اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين الكرام مصير ومستقبل حركات الاسلام السياسي في مصر والدول العربية ده عنوان فقرتنا في هذا النقاش ليه نطرح هذا النقاش لان الحقيقة بعد ثورات الربيع العربي عدد من البلدان ظهر فيها بقوة وتصدر المشهد حركات الاسلام السياسي ليس هو الظهور الاول لها طبعا لكن ربما كانت المساحة اكبر التأثير اهم بعد 2011 تفوتت الاوضاع في عدد من الدول العربية كل دولة كان لها سياقات مختلفة وظروف مختلفة قدت لي نتائج مختلفة الان تساءل بعد سبع سنوات ايه ممكن يكون مصير حركات الاسلام السياسي هل علينا ان نفرق بين حركات الاسلام السياسي وبين حركات الاسلام الجهادي او التنظيمات الجهادية التكفيرية المتطرفة كيف يمكن الفصل بين ما هو سياسي اجتماعي دعوي او ما هو جهادي واصولي كيف يمكن التفرقة بين النمازج اللي شهادتها الدول العربية وهي الحقيقة ان كل دولة كان لها خصوصية في تجربتها اين يقع العنف واستخدام السلاح في الفكر الاسلامي السياسي او الجهادي او حتى في الفكرة المتأصلة للوصول للحكم لدى هذه التنظيمات ولدى هذه الحركات ورحب بضيوف اللي بيشاركوني هذا النقاش الاستاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة اشروق اهلا بحضرتك كما رحب ايضا باستاذ احمد كامل البحيري الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية والارهاب مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اهلا بحضرتك استاذ احمد رحب ايضا بسيادة العميد خارد عكاشا عضو المجلس الاعلى لمواجهة الارهاب والتطرف اهلا بحضرتك سيادة العميد خلينا ابدأ مع حضرتك في البداية استاذ احمد اذا تكرمت في النقطة المتعلقة إذا ما كان علينا أن نفرق وإحنا بنتكلم على مستقبل حركات الإسلام السياسي هل علينا أن نفرق بين ما يسمى حركات الإسلام السياسي وحركات الإسلام الجهادي أو التنظيمات الجهادية والتكفيرية؟ خلينا نقول أني حتى لا أكون متحامل على الإسلام السياسي هو بيحمل في عبقته أفكار متطرفة بغض النظر عن مدرس مختلفة لكن هناك مدرستين أو هناك طيارين يمكن تصنيفهم حتى في العلم السياسي والأمنية تسمى الطيارات العنيفة أو طيارات غير العنيفة غير العنيفة معناها هي الطيارات الإسلام السياسي التي تستخدم منهج الوصول إلى الحكم بعض المنطقات الدينية بأدبياته بمنطقاته الفكرية وتستخدم الإطار التنظيمي الشرع الدستوري ده نجد في بعض النمازج في المنطقة زي المغرب على سبيل المثال هناك طيار الإسلام السياسي قوي سواء بداية من السوفي ورسولا للأخوة المسلمين بما بينهما من طيارات سلافية مختلفة أيضا نجد هذا الأمر في الأردن ونجد هذا الأمر حتى في الإسلام السياسي الشيائي ليس بس السني إن الإسلام السياسي ليس فقط يقتصر على الجانب السني زي ما هو في الجانب السني في طيار الإسلام السياسي ليس عنيف أيضا هناك طيارات سياسية عنيفة وتمثل السلاكات في القعدة أو داعش أو حتى عند الشيعة هناك نمازج متعددة لها من ألوية الحق وفاطمة والزهراء وغيره من بعض التنظيمات المسلحة العنيفة العاملة خاصة في العراق وفي سوريا هناك تفريق طبعا هناك تفريقة بين الترفين بغض النظر عن وجود نظري أن كلاهما من يستخدم الدين للوصول إلى السلطة داخل أفكار هناك نقاط ضعف كثيرة وهناك العديد من النقاط اللي بتحمل ديالات عنيفة هذه العنيفة مش شرط يكون عنيفة ومنون تطرفها اتجاه النواية بمسك سلاح نظرتهم للمرأة هي نظرة متطرفة وعنيفة نظرتهم لأقليات هي نظرة متطرفة وعنيفة نظرتهم لجمعهم أنا بكام عن الجمعهم هنا الفرق من داو دا أنه أقصى هو أقصى تطرفا التاني يمكن أن يكون نفس النظرة يعني لا يمكن أن تجدي من في أطر الإسلام السياسي هناك بعض الأحاديث وبعض المقولات المأسورة الدينية وبعد تفسيرات الدينية بتحدث مثلا عن أولاية المرأة لا يمكن إنكار بعض الأدبيات وبعض الأحاديث الموجودة عن هذا الأمر في اشتر سياسي يقدرين كلا إسلامي في هذا الأمر لكن يمكن أن يتغادى عنها تيكتيكيا في لحظة سياسية معينة هذا الأمر يمكن أن نجده في بعض النمازك في بعض الدول العربية بدفع بعض الأطراف تل إسلام السياسي جزء من جماعة الأخير المسلمين للمرأة لبعض المناصف في الاستحققات الانتخابية زي ما حصل في المغرب أو في الأردل أو في تونس على سبيل المثال لكن ده ليس على قناعة ثقهية إلا أنه هو كده يبقى خرج برى الإطار يعني هو مش طرق إسلام سياسي بقى أي حاجة تانية يمكن تحدث عنها بقى لبرال أو يسار أو غيره من المدنس الفكرة المختلفة نعم طيب أستاذ عمال إذا كان الأمر كذلك وإحنا نعايزين نتكلم عن مشتقبل هذه الحركات الدول العربية الحقيقة معظمها شهد نوع من أنواع وصول الحركات الإسلام السياسي للسلطة إذا كان برلماني زي مثلا في الكويت زي في المغرب أو حتى لسبة الحكم زي ما حصل في مصر 2013 زي ما حصل في السودان وتونس أيضا بطبيعة الحال إلى أي مدى علينا أن نفرق دين تجربة كل دولة عربية والتانية وإحنا بنتساءل عن المصير والمستقبل هذا السؤال يعني واسع ومعقد وما ينفعش في الإجابات العموبية أن أبيض وسه في حاجات تستطيع أنك أنت تقول عليها أحكام فيما تعلق على الفكر وفي حاجات عليك أنك أنت تنقشيها في إطارها وفي السياق عشان نأخذ دروس حققية بدلا من الحاجات السيئة في ما يكتب حيما في مصر هو التعميم المطلق على مستوى الفكر كلنا نعرف أن حركات المعارضة العنيفة في الفكر الإسلامي أو في الخلافة الإسلامية بدأت منام الخوارد فيه ناس طلعوا على الحاكم طلعوا على سيدنا علي اللي هو سيدنا علي ومنذ هذا الوقت والخوارد في الفكر الإسلامي موجودين بالقرمطة للحاجات كتيرة جدا بطريقة أو باخر مرة يصعدوا بقوة ويبالهم نفوس ومرة وصلوا إلى الحكم في بعض البلدان وفي مرات كتيرة جدا بيخفض الفيصل إيهواء مدى قدرة الحكومات على تقديم نموذج معتدل ومحترم وملهم يفسر الظاهرة الإسلامية بطريقة صحيحة فبيقدروا هذا الفكر يتطرف وده ممكن تأسيب المناسبة مع الفارغ في الدرجة النازيين النازيين وصلوا إلى ألمانيا بصندوق الانتخابات صحيح 1933 هتلر الحزب الاشتراكي النازي وصل بصندوق الانتخابات لأنه كان فيه أزمة اقتصادية طاحنة في ألمانيا وفي أوروبا مع صعود مع نهاية الحرب العربية الثانية حصل فيه تطور الليبراليين والديمقراطيين انتهى تماما الفكر النازي وظلنا الناس انتهى لكنه مع أزمات اقتصادية زي الهجرة لينا دلوقت الفكر النازي يعود إلى ألمانيا وإلى أوروبا خصوصاً أوروبا الشرية بطريقة صعبة جداً وشفنا حركة البديل لألمانيا اللي هي المتطرفة النازية بتأخذ أكثر من 10 فنوات في الأخيرة وفي أحزاب متطرفة تحكم زي ما حصل في المجرم وخلص نجوم في إيطاليا كتير في غالبية وترامب ده ظاهر اليمين المتطرف العنصري حتى على يمين الحزب الجمهوري فبالتالي القصة مش قصة انه فيه فكر متطرف فالناس هترفضوا طول الوقت عندما تكون هناك أوضاع اقتصادية صعبة أوضاع سياسية يعني مش مستقرة فبتلاقي هذه الأفكار المتطرفة تلاقي سبيل إلى الوصول فبالتالي القرق مفيش ان انا قدر اقول ان هذا الفكر انتهى تماما او ازدهر تماما هذا الفكر المتطرف في اي زمان وفي اي مكان يتوقف على قدرتك على منعه على تقديم نموذج مختلف وبالتالي نحن الشعب المصري تمكن بصورة جيدة وعظيمة انه يطرد هذا الفكر سنة 2013 في 30 يونيو وعمل انجاز عظيم بالفعل لكن هل هناك ضمانة نهائية ان الفكر ده انتهى وانه مش يرجع للعاسف ان هضم الناس قداموا صحيحة الامر يتوقف علينا بمقدار ما انت يعني شوفي مدى القدرة هذا التالي لأسف الشديد على التسلل من فكرة الاسعار المرتفعة في الريف وفي الاحياء الشعبية وبعض الاعلام البتاعه اللي هو بدأ يلاقي مساحات ده يدينا نتيجة مهمة جدا انه سواء في مصر او في الخارج عليك ان انت تقدمي نموذج يضحب هذه الافكار الشعبوية التي تتاجر بالدين وتشوهه بمقدار نجاحك في ده بمقدار قدرتك على مواجهة هذه الافكار وتتقتل دين الضبط عاملة زي افكار مريضة اول ما بتطلعها في هواق طلق حقيقة وشمس عافية بتنتهي لكن الرهان على شعارات فقط وانه ده انتهى لا علينا ان احنا وعيين جدا هذه الافكار ستجد منفذ لأسف الشديد حالة ان يتقعص المجتمع عن تقديم اجابات صحيحة على الاسئلة الحقية اللي بتواجه المجتمع في الدول اللي حوالين زي احنا شايفين المغرب حصل اللي هم يعتبروا اخوان بطريقة بخرى على الاغلبية في الانتخابات الاخيرة في تونس تقدموا حركة النهضة على نداء تونس في الانتخابات الاخيرة في الكويت ليوم موجود في مجلس الامة في الاردن موجودين لكن في الاردن وفي حيثة تانية لما يبقى فيه حركة مجتمع مدن حقيقية زي ما حصل في مداء تونس تقهقروا في الاردن هزموا فيه بعض الانتخابات النقابية وهكذا القصة اولا واخيرا انه تقدمي اجابات حقيقية على مشاكل المجتمع نعم طيب سيادة العميد بما انه الحديث الحقيقة ما بيفصلش طول الوقت في فكرة انه هناك استخدام للعنف قد يكون يعني مؤدلج او قد لا يكون وانه استخدام على فترات وانه استخدام تبقى لكل ظروف الدولة استخدم في مصر استخدم في الجزائر دموية العشرية في الجزائر متى يستخدم العنف من قبل يعني جماعات الاسلامية ولماذا يعني ايه يكون الهدف يعني الحقيقة انا بشوف ان التنظيمات اللي بترفع الرايا الاسلامية ولها مرجعية اسلام سياسي او ايه ما كانت تسمي انفسها هي بتنتهز فرصة اي نقطة ضعف او اي اختلال او اي مساحة احتقان موجودة وتنفذ منها من خلال بقى مختلف الادوات العنف احد اشهر هذه الادوات بكون ان هذه التنظيمات وهذه الجماعات هي مؤمنة ايمان كبير واصيل بالعنف وهنا نتفق مع استاذ احمد في كون ان الجميع يؤمن بالتطرف التطرف هو الخالق للعنف او المنشئ للعنف متطرف وينظر الى الاخر نظرة اقصائية استعلائية مساحة واسعة من التكفير يعني فيه حتى في الادبيات يطلق على التنظيمات التكفيريين بكونهم يكفروا المجتمع حتى اصحاب الدين الواحد وليس ديانات مختلفة او مذاهب مختلفة فهذا الشكل من اشكال التطرف هو خالق للعنف بشكل اصيل هو ينتظر الفرصة للانطلاق الفرصة دي زي ما حديري بتسألي انا ربما تكون لحظة تراخي من المجتمع لحظة ضعف سياسي تمر ببعض البلدان في اعقاب ثورات وحراك اجتماعي يهز اساسيات الدولة واصول المكونات الاجتماعية والسياسية الاصيلة جوه الدولة فيجد انه هو عنده مساحة للقفز على السلطة شفنا ده زي ما حديك بتقولي فعلا في العشرية الدموية والجزائرين بيطلق عليها العشرية السوداء بكونها يعني شهدت مساحات من العنف ضخمة جدا شفنا ده في الثورة الايرانية ايضا والتطرف الشيعي يقفز على ثورة الشعب الايراني اللي هي الحقيقة عندما بدأت لم تكن ثورة لا دينية ولا اسلامية كما انتهت مسألة استخدام العنف هو بيتم بمرجعية تصدير شكل من اشكال الارهاب للاطراف الاخرى والارهاب للمجتمع واللمكونات السياسية اللي بينظروا اليها كمنافسين ان ما يطلعش احزاب ينافسوني على اطرحات سياسية واشكال من الطرح السياسي المدني الذي يحتمل الاختلاف في الرؤى الذي قد يتلقى في نقاط لا هو عايز يتحدث في طريق واحد يؤمن بالقوة واعدوا لهم كما هو موجود في شعار الاخوان اعدوا في مواجهة كل المكونات المجتمع وكل المكونات السياسية المختلفة ربما بقى هنا انا هستعين من استاذ عمادو هو بيتحدث عن اختلاف اشكال التجارب السياسية الامر ممكن ياخد بقى اشكال في مكون سياسي قوي في سلطة قوية تعود مثلا في المغرب الى اسرى حاكمة ينظر اليها بكونها هي صاحبة مفاتيح الخلافة الاسلامية من قبل الشعب المغربي وهو مقتنع بهذه الجزئية لذلك نجد ان الجماعات الاسلام السياسي هناك هي تسير وفق مجموعة من الضوابط المجتمعية والسياسية ونظام الحكم اللي موجود لكن في اشكال اخرى وفي اماكن اخرى الامر يصبح مختلفا في السودان كان هناك انقلاب من جماعة الاخوان المسلمين يستخدم انقلاب عسكري واستخدم القوات المسلحة السودانية في الوصول الى السلطة واقصى كل الاخرين يعني فعلا مفيش اجابة واحدة تصلح في مسألة كيف يتحرك او كيف يستخدم حتى العنف اه هو في المغرب مقيد العنف في ادنى مستويات ولم يتورق في العنف ويشتغل بادبيات المجتمع وبالقصص اللي راسخ عليها المجتمع في تونس ربما المسألة فيها ما بين وبين في مساحة اشتراك سياسي وفي مساحة اخرى متروكة الى الانضمام الى التنظيمات وللأسف الشديد تونس مسجلة ارقام مرتفعة جدا من مواطنيها اعضاء داخل التنظيمات الارهابية الاكثر تطرفا داعش والقعدة وغيرها فالامر له اشكال متنوعة مختلفة لكن يبقى في النهاية استخدام العنف هو منهج اصيل هذه التنظيمات والجماعات في مواجهة كل ما هو يطلق عليه بين قوسين الاخر هي ان كان هذا المكاول نعم طيب استاذ احمد هنا السؤال عن مستقبل حركات الاسلام السياسي ايه ممكن يكون مستقبلها ومصرها واحنا بنشوف اختلاف في تجارب الدول العربية يعني البعض حتى بيصنف الاختلاف ده اختلاف جغرافي التجربة المغاربية تونس المغرب يبدو كأنه فيها حركات الاسلام السياسي اكثر براجماتية اكثر يعني اندماجا وتصالوحا واعا واسسات الدولة اه براجماتية سياسية في حين انه في مصر لا كان هناك نوع واضح اكثر في الصدام طيب قليلا احنا نتكلم عن الاسلام السياسي الجر عنيف نعم بعيد عن العنيف طبعا زي يعني زي ما تفضل لالستاذ دكتور خالد عكاشا والستاذ حسين حاولين اني بالفعل اني كل دولة لي خصية جايز يكون الثقافة الاوروبية وخاصة الفرنسية وتعليم الكثير من ابنائها اثر كثيرا على اقتر اسلام السياسي وخلنا نحصل جزء منه اللي وصلين للسلطة زي الاخوان المسلمين لكن نفس الامر طبعا كما عندي في العراق الجبوري وهو كان رئيس برلمان هون جامعة الاخوان المسلمين ومشتريك وعنده نمط تفكير مختلف بشكل كبير جدا نفس الامر او بشكل اقل شوية موجود في الاردن وفي دول الخليج طبعا هناك حصية مصر الاسلام السياسي فيها له اسبب كثير وجزء من الاسباب ذكرها استاذنا من شوية وهي علاقة ان طرق اسلام السياسي عام زي النبات اللي بيطلع حوالين شجرة هو بيمشي على ازمات المجتمع كل ما يبقى فيه مزيد من الفقر داخل المجتمع كل ما يزيد من تراجع او ضيق في المجال العام كل 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 ما نحطي اسباب كل ما يقدر الاردن السياسي يصل الى اكبر قاعدة جمهارية من الناس سواء كان هذه القاعدة يستغل لها للوصول الى النقابات او الاحزاب او انتخابات واستحقات برلمانية او محالية او حتى الوصول الى الاردن السياسي خلال ناخد النموذج حصل في تركيا عندنا نجب الدين اربكان هو كان وصل للسلطة ومشاكل حكومة سقط في تلاتين ستة تقريبا سبعة تسعين بعد اقل من خمس سنوات جي رجب طيب ارتغال بحزب جديد من الرفاع يعني خمس سنوات كانت هنا وصلت لحظة من اللحظات ان الليرة التركية وصلت ان انت بمليون ليرة جيبي دولار يعني ورجعت هنا بالرغم ان الناس اقصته بشكل اساسي طبعا يمكن ان يحقق نجاحات هذه النجاحات لا يمكن ان يحقق نجاحات في بيئة فيها تنمية وبيئة فيها انفتاح مستحيل. يعنى حتى ما حدث في تونس زي ما تفضل ستة العميد انى عندي تحập سان الكو avait المprofل bei الزاب ح تواصل مشتما Palestro حتا franchise16 والتحاد الأعمال في مصر يعنى واحد من القوى الاكثر تاسية من اي حزب سياسي طمان حقية الحركة النسوية حتى بتتكلم عن مصفة رأس السلطة. للمحليات فيها حرق نساوية قوية فيه مجتمع مدني حقيقي. مهما حصل من النهضة مهما حصل من الإخوة المسلمين وغيرهم والتالي الإسلام السياسي المتبقي هناك ضمانة مجتمعية قادرة أن يتفرمل الحركة لكن ده ما يفعل غير شيء عندي الخروج إلى المتطرفين زي ما تفضل سيد العميد أن أكبر نسبة من الإرهابيين سواء في داعش أو في القاعدة أو في أحرار الشام أو غيره من التنظيمات المسلحة والإرهابية في سرية والعراق هو من التوانسة ودي شيء غريب كان مجتمع منفتحة مجتمع علماني بمعنى كلمة علماني لذلك أن الموضوع الآخر لها علاقة بالإسلام السياسي العنيف التنظيمات الإرهابية أنا أعتقد أن التحولات فيها مش مرتبطة بالفكر أن الناس اللي بدأت تربط الإرهاب بالفقراء هي ربط غير دقيق يعني ده كان يمكن أن يحدث فيه تسعنات جمهورية مبابة في مصر لكن أغلب العنص الوقت أن أسميهم إرهابيين أو جمهورية التجمع الخامس لو حصل التشبيه مش بس على المستوى الثقافي والتعليم كمان على المستوى المالي والتقنية عشان كده التنظيمات الإرهابية مش مرتبطة شوية بالفقر برضو نفس الأمر مش مرتبطة شوية بالمجال العام أني أنا عندي نسبة كبيرة جدا للإرهابيين من أوروبا فالتنظيمات الإرهابية المراضي أو الموجة الحالية وما يحدث الآن من عنف وإرهاب أعتقد أن خصائصه مختلفة ودراسته مختلفة توقف وعدم توقفه محتاج أجندة واستراتيجية ممكن نسمع مساء العامية خالد وفي مجلس خاصة مكافحة الإرهاب والتعرف لا محتاج آلية مختلفة وحزمة الشرعية وحزمة إجراءات مش بس أمنية وسياسية واختصادية وغيره وأعتقد أني إحنا مش دخلين على هدوء في التنظيمات الإرهاب السياسي في المنطقة أخيرهم حدثة في درنة في ليبيا مزبوط من أيام لا أعتقد أني ده مش معناه انتهاء لكن معناه ظهور أو تحول جديد زي ما حصل تحول من القاعدة لداعش أعتقد أني هناك تحول آخر يمكن أن يشهد العودة إلى القاعدة مرة تانية أو ظهور حاجة شبيهة بجبة النصرة أو فتح الشام أو هيئة تحرير الشام الآن لهذا التحول هي حالة بعيدة عن القاعدة وعن داعش كتنظيم جديد قطري وليس إقليمي غير عبر الحدود يمكن أن يؤدي إلى أن يكون أكثر عنفا وتأثيرا في العامات الإرهابية الفترة ممتاز جدا نستكمل هذا النقاش مع حضراتكم ومعكم مشاهدين الكرام لكن بعد الفاصل شكرا للمشاهدة